الرز مين سبب الأزمة؟ هو الفلاح؟ ولا التجار؟ ولا تجار الكبار؟ ولا وزارة التموين لما دخلت وعملت تسعير؟ وزارة التموين أحسنت والحكومة أحسنت عندما قررت إلغاء تصدير الأرز عندنا ما يكفي من الإنتاج ومع ذلك توجد أزمة الرز في أماكن كثيرة مش موجود وفي أماكن أخرى موجود لإما كسر لإما بسعر يصل إلى 24 جنيه في بعض الأحيان حاولنا نتواصل مع السيد وزارة التموين الدكتور علي مصلح اللي قال مفيش مشكلة المشكلة تحلت والناس هتحس خلال أيام بأن مفيش أي مشكلة وقال أن الكلام في هذا الموضوع هو اللي بيشجع المحتكرين والتجار الكبار على أنهم يستمروا وقال بدل ما تتكلموا انزلوا الشارع شوفوا بنفسكم فاحنا كنا نزلين قبل ما سيادة الوزير يقول ولكن هنقول له برضو احنا حققنا رجاء حضرتك وده حقق لازم نسمع ونعرف من الشارع نزل مرسلنا الأستاذ محمد عادل لف في أماكن كتيرة حيقول لنا ما هي الأخبار وكيف رأى الأسعار أستاذ محمد عادل أهلا وسهلا نعم طيب خلونا نشوف المواطنين قالوا إيه لمرسلنا وبعدين نرجع لكم متغفر الرز صغالي بقى غالي جدا يعني في ناس ممكن متقدرش أصلا تشتريه عكس زمان يعني هو سعر الرز كان الأول في حدود مثلا أيام الأزمة كان في حدود عشرين تسعتاشر ونصف كده بس دلوقتي ما شاء الله يعني يعني الرز دلوقتي متوفر وبسعر كويس جدا يعني صراحة أنا لسه بس على الرز والله والله لسه بس على الرز يعني هايبر كبير زي اللي وراي على يميني ده ما فيوش رز قال لي ما فيش مصري خالص يبقى أنا في مصر وبنزرع الرز وما لقاش الرز بتاع بلدي يعني مش لايه موجود أنا سمعت إن فيه نوع معين بواحد وعشرين وفيه نوع بتسعتاشر وحكاة زي كده سمعت حتى بدور عليه على أي رز مصري ادخيلت إن الأخ اللي على العراف بيقول لي بقول لي ما عندناش رز مصري خالص كله بسماتي أو هندي أو كده يعني إنما مصري للأسف لا مش موجود للآن مش موجود قالوا هينزل وسعره هينزل عشان الزرعة الجديدة وبتاع لكن برضه منزلش الكلام ده من قيمة شهرين أو ثلاث شهور يعني ما زال برضه الرز بعشرين وبسعتاشر وبتمنتاشر إيه السايب؟ وأنا شايف أن ده سعر غالق أوه أولا حالين ما عندناش رز ما فيش ما عندناش أنا ساكنة في شريعة الوحدة ما فيش الرز عندنا فيه رز مقصر عندي العلافين بتمنتاشر وبعشرين لكن ما فيش الرز اللي هو بتاعنا اللي كنا بناخده مش موجود هو في الأسواق غالبا مش موجود وحتى لو كنت روحت كنت بتاخد تقريبا كيس أو اتنين كنتش بتاخد بسان عدد اللي احنا كنا بناخده قبل كده هو أنا في الأول كنت ملاقيش رز بسهولة بس ده من فترة الكلام ده من فترة دلوقتي يعني الحمد لله بنلاقيه ومتوفر ما فيش مشكلة والأسعار يعني بتتروح لحد عشرين كده احنا ملاقيه في حدود عشرين عندنا في المنطقة يعني احنا مش فاهمين فيه ناس بتقول لقينه وناس بتقول مش لقينه ناس بتشتري الرز الكسر بـ 18 و 19 و 20 وناس بتقول فيه الرز مستورد انا معرفش ان احنا بنستورد رز فيه أماكن واضح ان ما فيهاش رز وفيه أماكن واضح ان ما عندهاش مشكلة